يعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتن الكبير كابتن تامر باجاتو كابتن تامر منور الدنيا دايما سعيد وتشرف بوجودك معي اهلا بك يا كريم وانا اللي مبسوط ان انا معاك النهاردة بقى انا كتير ما تقبلناش فعني فرصة كويسة ان انا بقى موجود معاك النهاردة اه بارك كله بخير الحمد لله طبعا حاجة كانت برة التحضير او الافكار اللي كنا بنفكر فيها من مبارح انه حصل حكاية النهاردة كبيرة بين صلاح وكلوب حدث يعني ايه زي بيلو رج العالم يعني الناس كلها تتحدث عن هزي الخناءة او المشادة اللي حصل بين صلاح ويورجن كلاب شفتها ازاي اه شفتها طبعاية شوية اه الليفر بول فترة دي فترة تلخبطة كتيرة جدا في الليفر بول كلها على بعضها يورجن كلاب ماشي واصلاح مش عارف هيمش ولا هيقعد في لعبة كتير برضو هتمش ولا هيقعد يعني في اه فترة كلاب ايه يعني تحديد المصير اللي جاي كله والاخباطة فطبيعي جدا يبقى فيه نوع من المشاكل نوع من التنشنة نوع من القلق وده واضح جدا يعني واضح حتى في في طريقة لعب الليفر بول اللي تشكيل متغير بقى له فترة اه بلعب كتير لعبة ما بتلعبش عادة برة اه لعبة كتير عايزة تلعب لعبة كتير بتفكر طبعا انا ملابتش لقتي فانا حمش ازاي يعني فترة كده مش مفهومة شوية في الليفر بول طبيعي جدا وابس اقولك على حاجة انا اقول حاجة ممكن تكون يعني ناس تاخد عليها شوية لا اقول براحتك يعني انا مبشوفش ان الليفر بول مفروضة حتى تحت الضغوطات دي يعني الليفر بول هنول في اخر خمس سنين ستاة او اخد الدوري مرة واحدة قال لي ووصل لتشامبنز ديج لانه كانوا في الفورمة في الطوب فورم بتاعة اللعيبة اللي هي كلها لعبة كويسة ما فيش لعب في ليفر بول لعب فاز حتى الان لكن هو كلوب كان مركز جدا عمل بينهم توليفة كويسة جدا عرف ازاي يخليهم يلعبوا مع بعض جماعيا كويس اوي وكانوا كلهم فائين في نفس الوقت من اول فان دايك وراء الحاد قدام صلاح ومانيه وفرمينو فابينيو هندرسون وكل الناس اللي مشت الفترة دي كانوا كلهم كويسين اوي لما بدأ واحد يقع منهم في التاني في التالت بدأت ليفر بول الى حد ما ماشي كويسة جدا ولكن برضو ما هيش الفرقة المولي لازم تاخد الدور يعني برضو انا من الناس دي انا يعني ماشي من الفرقة المرشحة تاخد الدور اه ممكن الفترة اللي ظهر بها كانت قوية اوي ولكن اه لو هنتكلم كورة يعني هتكلم على من سيتي وهتكلم على الارص اه يعني هو قطر خير ليفر بول ان هو وصل للمنافسة الحدي ايزة المرحلة بالزبط لكن ما حطش ضغط اوي بقى انا خلي بالك انت لما بتعلم بسقف طموحاتك اكبر من امكانياتك بتتحطف تحت ضغط ما تبقاش قد